الخبر الأول اللي عادنا عن مريانا غريب ووصول حسابها بالتيك توك للمليون المتابع فإن شاء الله ألف مبروك عقبال العشرة مليون يا رب وطبعا لتنسون يا حبايب أنه تباركوها بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي وبنفس الوقت يا حبايب بيسان تيكت ومريانا غريب ثاتو فتحها ببث مباشر وصالح شون بيه ويستهزؤون بيه بياسو فخصة كلها بدت يا حبايب لما مريانا غريب من حوالي شهر هي قصة شعرها بعدها يا حبايب ياسوهم طلعت بكصة شعرها وصرت تقول إنه مريانا قلدتني هذا شيء اللي يخلى مريانا أن نروح تفتح بتمباشر هيو بيسان تيكيت وهذا ببث مباشر صالت قلبيه انه من الكثير الشخصية اللي هي تكرحها الشخصية اللي تقلدها بعدين تروح تقول إنه هي اللي قلدتني ولي تقصد ياسو إنه بعد مقصة شعرها صار تقول إنه مريانا قلدتها ربطكم اللقطة وهذا طبعا من الواضح يا حبايب انه بين ياسو و ماريانا اكو مشكلة صار من فترة الاساسة ماذا اجتماعونو ايبعض ولا اتونو ايبعض اكو رحتكم اللقطة يا حبايب شوفوها وحتى اساسا ماريانا خطأت هي ودت تحدي قالت ياس ويجنتري تكمل ياسمين و لكن وقفت يعني ذكرت انه هي بث مباشر اكو رحتكم اللقطة ركزوا بها زين ايشي كان يا اما بتقلك انه انا اصلا اصلا اخدي مو عيد بكرة احقصه هي كنت يا اما بتقلك طب غم بتقص يا اما بتقلك مو حلو هاي شخصية لسه الاحقر صراحة بتقلك مو حلو ما بعرف شو ما بتحكي ابدا ما بتفتح تما يا اما تاني يوم بتقيا عاملتا وبعدها بتقلك انت قلعتيني كتير بكرة هاي شخصيات ايه انا قلعتيني انو وده شو ما ده اه لا ذكرت الفتوري اللي اليك طبعا بارحة نجد عن جد كتير في هيك شخصيات بس اه نحنا ما عنا رفقات كتير مريانا عفكرة انا وياكي بنات فا او ما عنا رفقات يعني الصراحة اخر فترة اذا بتنتبهي انا وياكي فما عم نقدر نستوعب هايلي شخصيات يعني ما عم نقدر نتفاهم معها يعني البنات متعودين على العابة بس اخائق ساوري او شو كادبين غرتوا لانه amongzo ياسمين واي ومنثبت ان انا اللي احدى تقلت معى ياسمين وانا اللي صالحتة يعني معو بس رحصته چرا حاهم تحبت احاكم هاي المعلومة مش اكثر نعم طبعا ايه العلاقة كلها تجاهاتني كلنا انا وبيثان حتي فالسعنتم انت شو هيه الحكي هذا عشوه؟ عشو بدنا نغار ولا بالعكس كلها اياتنا اصدقاء وبيناتنا خبز وملح وعشر اياتي عشو بدنا نقار بالشو هي numero حكي فكتنا احبابي بالكومنتات اتو يا منوية ياسمين او يا بيسان تيكت ومريانا غريب وننتقل حاليا الشيرو ورفضا للصروح اللي صار بينه وبين احمد ابروب فبعد ما احمد نزل هذا المقطع اللي كان يصالح هو عائلة بيوتي ويعتذر من عدهم واني واحد اللي حيوافق على هذا الصلح لح يتبرع بمبلغ معين يعني هذا يخل الشيرو يا حبايب من حوالي ساعة النزل المقطع ويذكر احمد ابروب بكل اغلاط اللي هو سواه بياه ويرفض الصلح اللي ما بينهم صراحة ما ادرا اكل لازم ننتظر شوف شون رد احمد ابروب على هذا الموضوع صراحة اثنائتهم ردهم قويين روح شوفوا المقطع يا حبايب اكتوون لعمل كومنتات انتو يعمنوا ويا شيرو او ويا احمد ابروب والمفرض انو يسامحوا احمد ابروب لانه هو اعتذر او لا ننتظر حاليا النور مارو تصويره ويا برهوم الماراوي فالنور مارو زال حسبب الانستغرام شو تستوريات دي يقول بيها انو صور مقطع ويا برهوم الماراوي لكن حكيت عني وشاء الله خليكم نزل يوم السب الي سيرت برهوم يا حبايب واخران هو احمد ابروب الصالح ويا حبايب هو برهوم اليوم نزل مقطع لقناته وديعلي من خلال ان هو احمد ابروب الصالح وصووا فولو لبعض على حساباتهم بالانستغرام في شاء الله الف مبروك اقبال لدهم يا رب تصحبه وكتوني لكم التالت الفرحاني او زالين بهالخبر ننتظر حاليا اليارا ومريانا وبيسان نتصورهم اي بعض تيك توكات هذي انا اكيد اقترابها من الفريق وفنابولي هل توقعني يا حبايب ممكن انظام اك رح تقلوا من تيك توكات شوفوها ما قارلي انا هل يكذب بارمينتوص ويبيت اليوم فياري طبا اقترابي يا حبا بالكم التالج شاريكو في التك توكات هلا أولا نضغل حاليا اليابو كلش في تصري تتضحك والاول مرة القناتي نزل مقطعيني اليوم واحد ويحش شوية قصص حزينة ويياه عن ما يبتش رحتكم ونسطوريات شوفوها السلام عليكم اكثر الناس اللي يمرون بحالات سيئة في حياتهم وحالات اكتئاب هم الناس اللي يضحكون الناس الاخرين يا جماعة انا انا من يضحقني انا انا من يضحقني 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 حل مرت بحالة سيئة اخدت بريك يا جماعة لليوتيوب ورجعت لما رجعت جبت مقطع قوي صورت مقطع قوي رجعتم مقطع قوي ما مرسعتين لو حيوتيوب هذا في مقطع يا جماعة انا شا سوي بحياتي بعد أنا عرفت أن هذا الشهر هو من أسوأ الشهور في حياتي وعرفت أنه لا ملجأ إلا لرب السماوات والأرض أخذت لي سجدة وخذيت لي شوار وعطيت نفسي كفين وقلت خلاص ارجع يا أبو فلا ورجعنا لكم اليوم مقطعين اكزوا معي يا جماعة هذه أول مرة سنة تاريخ البشرية عند أبو فلا اليوم يا جماعة عن ذو المقطعين مقطع الأول اللي هو مقطع التحدي اللي ينحذر للناس اللي ما شافوا وأينا الناس اللي شافوا رجعوا شوفوا مرضاني ومقطع اليوم مقطعنا يا جماعة بعد خمس دي وبوصلوا يا حبابنا وصلت المقطع فجروا بذلك المقطع باللاعيكات أحبكم وقربنا كل شمال 500000 ويشترك فرحان كونش هذا الرقم يا حباب باجر ان شاء الله حيكون لكم مقطع ممكن مخصوص بهذا الموضوع فلكل يشترك بالقناعة عادة وصلت لكم مقطع أخرى بخط و بس احبكم